العراق يحبس أنفاسه ترقبا لما سيكشف عنه الصراع داخل البيت الشيعي والذي يسير بشكل مضطرد نحو التصعيد فالأزمة احتدت بين الإطار التنسيقي تحديدا زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وحليفه قيس الخزعلي من جهة وبين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرية الذي اقتحمت جماهيره البرلمان وقال إن الفرصة سانحة لتغيير جذري للنظام السياسي بينما وصف الإطار التنسيقي تصريحه بالمحاولة الانقلابية على الشرعية مجاهدين هذه الصور تأتينا مباشرة لمظاهرات الإطار التنسيقي في بغداد كان الإطار قد دعا إلى تظاهر اليوم على أسوار المنطقة الخضراء في منطقة الكرادة بالقرب من الجسر المعلقة قال الإطار التنسيقي إن هدف المظاهرة اليوم هو الدفاع عن الدولة وعن شرعيتها ومؤسساتها وهي ليست موجهة ضد شخص أو فئة مشاهدين للإطار يتألف من عدة قوة وفصائل وأهم شخصياته هم نور المالكي وسيد هاد العامري وقيس الخزعلي والسيد عمار الحكيم بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي التظاهرات تأتي ردا على اقتحام البرلمان من قبل الصدريين قبل أيام فقد بدأ الأنصار التيار الصدري يوم السبت اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان تلبية أو حتى تلبى مطالبهم كما قالوا هذه صور اليوم حيث يوجد المئات منهم وهناك الآخرون يتحدثون عن الآلاف في مبنى البرلمان والمناطق التي هي حولها ووسط دعوات من أطراف عدة لتجنب التصعيد وبدء حوار جدي بين الطرفين دعوني أشرح لكم كيف يكون تموضع جماهير كل جهة أين سيكون الصدريون وأين سيكون الإطاريون على هذه الخريطة التركيز طبعا كل التركيز على المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث توجد فيها وزارات ومقارات الأجهزة الأمنية والبرلمان والقصر الرئاسي بالإضافة إلى السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الصدريون حاليا معتصمون في داخل البرلمان يظهر هنا على يسار هذه الصورة ولأول مرة منذ سنوات قد فتحوا جسر الجمهورية برفع الكتل الكونكريتية والصبات من عليه هذا الجسر يربط طبعا المنطقة الخضراء بساحة التحرير أنصار الإطار التنسيقي سيتظاهرون ويتظاهرون هنا بالقرب من الجسر المعلق على نهر دجلة بمنطقة الكرادة في هذه الجهة من المنطقة الخضراء توجد طبعا مجمع السفارة الأمريكية بالإضافة إلى القصر الرئاسي أيضا يقال إن تحولت هذه التظاهرات إلى اعتصام مفتوح على غرار الصدريين قد يلجأون إلى إغلاق طريق المطار وهناك انتشار عسكري وأمني كثيف في المنطقة الخضراء وحولها لمنع احتكاكات أو أي احتكاكات قد تحدث بين الطرفين قد تؤدي إلى تصعيد أو مواجهات مسلحة بين الطرفين الخوف إذن من شرارة قد تشعل المشهد دعا الأطراف لطرح عدة مبادرات للحوار خلال اليومين الماضيين منها مبادرة نتشرفان برزاني رئيس قليم كردستان وأيضا رئيس وزراء قليم كردستان ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية برهم صالح كذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لكن مبادرة هادي العامري زعيم كتلة الفتح المنضوية في الإطار التنسيقي والذي يحظى بقبول من مقتدى الصدر هي التي لقيت على ما يبدو استجابة لكنها مشروطة من قبل الصدر حيث رد محمد صالح العراقي المعروف بوزير القائد وهو شخصية مقربة من مقتدى الصدر كان الرد عبارة عن شروط ومطالب لقبول الحوار أولا في بيانه يقول انسحاب العامري وكتلته من الإطار ثانيا استنكار صريح لكلام سبايكر مان الذي صرح به في التسريبات قبل أيام ثالثا تحديد ضامن لإنقاذ العراق من أنياب الفساد على وسائل التواصل كيف كانت تفاعل طبعا تفاعل كبير على هذه القصة ولكن هذه عينة من التدوينات سيد حيدر العبادي على ما يبدو في هذه التدوينة يقول أرحب بدعوات الحوار وهي دليل حكمة جميع الأطراف لقد دعوت للحوار والتفاهم مرارا واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أيا كانت نتائجها أما إياد علاوي نعيش الآن في مرحلة خطرة تجاوزت كل الاحتمالات السيئة ولا تحتمل مزيدا من التصعيد وتستوجب التحلي بالحكمة والاتزان ودرء الفتنة أما هنا تدوين لسفيان العبيدي يقول كل ما يحدث الآن هو مجرد ورق الضغط من أجل المصالح وليس من أجل الإصلاح والاقتتال إن وقع سيكون من أجل كراسيهم وليس من أجل الشعب وبالنهاية ستكون طاولة تصالحهم هي أشلاء الفقراء لا توجد حتى الآن حلول وسط لإنهاء هذه الأزمة وأغلب التقديرات تشير لأن الأمور في أحسن الأحوال ذاهبة باتجاه حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أما أسوأ السيناريوهات فهو التخاوف من مواجهة قد تكون مسلحة بين جمهور الصدريين والإطاريين حتى معرفة إلى ماذا ستقول الأمور يبقى الترقب سيدة البشهد شكرا لمشاهدة كاتراندينج سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها شكرا